ما زالت آثار الزلزال في سوريا حاضرة بمشاهد إنسانية وقصص مليئة بالألم والمعاناة ما بين ناج ومتضرر وكثير من الفقد بين العائلات لذويها نحن أول ما صارت معنا الهزة فعندنا البناء كان من ضعب عيام القصف والحرب فبالضرب الزلزال اللي صار معنا فاتهدم كثير نحن سبع طوابع واتهدم قسم من البناء سبع طوابع وطلعنا وأخذنا الأولاد وطلعنا من البناء لأن البناء القسم الجزئي كله صار بالأرض صارت هالزنزات فزعنا طلعنا لبرا تحت المطر تحت الشتاء أطفال أولاد كلها ياتنا وقفنا تحت المطر أول انهار لتاني انهار بقولوا في عالم عم تقعد بالجامع أخذنا ورحنا على الجامع ساتنا ثلاثة ايام اربعة ايام عمنام بالجامع بعدين قال ما بقى يسمحوننا بالجامع يا أخي وراء البيت تخلوع ورايحي نهدف فعلا وفي بنايات ست سبع طوابع نهدف ولهلاغ الناس عم نطالع الجسس والشهداء من تحت البنايات معاناة الناجين من الزلزال في سوريا لم تنتهي بعد بل تحولت إلى كارثة أخرى يعيشها الناجون من الزلزال المدمر بسبب انهيار منازلهم ومواجهتهم الظروف المعيشية الصعبة أغلب الناس بحاجة لخيام بشكل سريع نفذنا بعض الأنشطة ضمن هذا النطاق طبعا كذلك الأمر كانوا بحاجة ماسي للبطانيات والاسفنجات كذلك الأمر باعتبار أنه فقدوا كل أغراضهم تحت الأنقاض فقدنا الكثير للأسف في محافظة إدلي فقط حوالي 2200 وفات عدد الإصابات تجاوز 11 ألف إصابي وهذا يفوق قدرة قطاع الصحة على استيعاب هذه الكارثة وجهنا نداءات كثير من نظام الصحة العالمية وكالات الـ UN وننتظر ورؤود المساعدات هي إذن ظروف قاسية ومصاعب بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية من الزلازل وغيرها تجسد بوضوحا السمرار معاناة السوريين من أجل البقاء في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية في إيجاد الحلول لإنهاء هذه المعاناة المزمنة